نحن نقف إلى جانب تركيا وهي حليفتنا في حلف شمال الأطلسي وذلك أمر لا لبس فيه لكننا ندعو أيضا إلى الاعتدال ورد المعقول في ظل هذا الوضع المتدهور يجب نزع الفتيل الآن إن هذه الأحداث تدل على تعظم خطر نزاع الأهلي المستمر في سوريا وذلك يفرض على المجتمع الدولي التحرك بموقف حاسم